لم تنتهي الشركة العامة للكهرباء من صيانة شبكتها العامة نتيجة الاشتباكات المسلحات السابقة حتى اشتعلت حرب العدوان على طرابلس وهذه الحرب مختلفة عن سابقتها حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة وقصفت العاصمة بصواريخ جراد في عدة مناطق مختلفة طيلة الفترة الماضية الوضع الشبكة في الفترة الحالية وفي الأيام الحالية الحمد لله يعني وضع زيد ما عدا المناطق اللي وقعت تحت أضرار أو نتيجة الاشتباكات اللي شهدتها بعض المناطق في جنوب طرابلس انقطاع التيار الكهربائي نتيجة أضرار بالشبكة لكن كحالة عامة أو كوضع عام وضع الشبكة الحمد لله جيد هذه الأيام توقف الكهرباء على معظم مناطق الاشتباكات بعد أن تعرضت الشبكة إلى إصابات مختلفة طالت محاولات الكهرباء ومحطات توزيع الكهرباء للمواطنين فرق الصيانة لم تستطع دخول لأغلب المناطق لصيانة الأضرار والفرق جاهزة فرق الصيانة جاهزة ومستعدة لصيانة الأضرار الجسيمة التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية حال توفير ممرات آمنة لفرق الصيانة طبعا الشبكة العامة الكهرباء إلى حد الآن مستقرة ولكن هناك انقطاعات في عديد المناطق هناك مناطق منقط عليها الكهرباء منذ خمسة عشر يوم أو أكثر مثل مناطق في واد الربيع قصر بنغشير خلت الفرجان بير العالم الكثير من المناطق التي سكانها يرزح في ظلام دامس الشركة العامة للكهرباء تبدل مساعيها لصيانة ما تضرر من الشبكة بعد الوصول إليها في المناطق التي تعرضت لقصف عنيف نتيجة استخدام الدبابات والصواريخ الموجهة وصواريخ الإجراد العشوائية